أهلا بك مرة تانية يا كابتن أيمن يعني معنا دلوقتي كابتن صاح حفيز مديري القرى بالنادي الأهلي يعني كابتن سيد ألف مبروك فوز أعتقد صعوبة المباراة خلت الفوز بقى أغلى وأعتقد يعني زي معاهدناك والنادي الأهلي بمنحضر ورغم كل الظروف لك الحمد لله يا فوز كبير النهاردة يؤكد روح وقيم النادي الأهلي الحمد لله طبعا يعني مباراة كانت مهمة جدا وكانت في أولها كان ممكن يبقى فيها كان عندنا فرصة أو اثنين في أول العشرين ديها كانت ممكن تبقى برضو تريحنا شوية لكن هي دي كورة يعني عاملة زي الدنيا بقولها كتير جدا يعني عاملة زي الدنيا في لحظة بتبقى أنت مسكها ومسيطر عليها وفي لحظة بتلاقي بتهرب منك وبتروح بعيد جدا عنك يعني دلحظت في الشوت الأول الشوت الثاني يمكن إحنا دخلنا للعيبة وقلنا لهم حالتنا أحسن وإحنا أحسن بس طالما إحنا عايزين حاجة هنحققها بإذن الله بس بإخلاص شوية بهدوء شوية ما يبقاش فيه أي عصبية ولا أي نرفزة خالص يعني بلاش التعليق حتى على أي قرارات فيها تحكمية بلاش أي انفعال زايد يخرجنا عن المطش أو يخرج من ترجزنا ويضايع الوقت الحمد لله رب عمين رمبنا كرم وإدر طاهر وشريف وآفشن هم هي حقالنا المكسب وناخد الثلاث نوعتي هنا كابتن سادهل كان فيه ألأ شوية من غياب التوفيق يمكن مباراة البنك الأهلي الأهلب ده أكتر من عشر فرص محققة النهاردة برضو نص الفكرة في الشوط الأول هل كان فيه ألأ من غياب التوفيق شوية عن الفريق؟ طبعا هي كرة كده بتحصل فيها أيام بتبقى أنت مش بتروح كتير جدا وممكن ربنا ما يبقاش موفاء وفي وقات تانية بتروح بعدد أهل وربنا يوفاء لكن في النهاية الحمد لله طبعا لكل شيء كان مبارا مهمة جدا بتأكد معاني كتير جدا عندنا وبتأكد معاني كتير جدا في قرة القدم لكن في النهاية زي ما نقولت المكسب كان مهم جدا بالنسبة لنا افقل الصفحة تماما بكل ما فيها بقى بشوتها الأول بشوتها الثاني بأهدافها بكل حاجة ونستعد لمباراة طبعا هي مباراة قوية جدا في مشوارنا والدوري مباراة مع بارة بنزيوم الثلاثة إن شاء الله الرحمن خصوصا هتصبق الصفر لكسر عامل هندية إن شاء الله يعني محتاج تعليق على أكثر من حاجة أولا طبعا عقوبة الشناوي تقلصها من أربع مرات لمباراة حتى تعليق حركات مش عايزة علق على حاجات بقى خلاص انتهت وخلصت يعني مش عايزة علق على ده يعني دايما عايزة نحط تركزنا وأهدافنا في الفترة اللي جاية اللي احنا عايزين منها يعني خلاص الموضوع انتهى بالنسبة لنا ايه تعليق ايه تاني؟ التجديد يعني زي ما بنقول نحن هبدأنا مرحلة البناء للفريق دلوقتي بقى يعني زي ما بنقول تثبيت الركاز والأركان التجديد لعلي لطفي التجديد لمحمد شريف تعليق يعني كل البحث نديد يعني هم مؤسسة نعودهم مسترية وكل حاجة لك هنا بنمدد العود يعني طبعا ده يعني شغل اللي ماشي فيه بشكل كويس يعني همير توفيق واللعيبة طبعا بالنسبة لنا يعني عناصر مهمة جدا وعناصر آآ آآ ليها آآ يعني تواجد في سواء في الفترة الحالية او الفترة اللي جاية واهمية بالتأكد يعني احنا بنمشي في خطوط يعني متوازية مع بعض فخلينا بنركز في المباريات واهميتها وفي نفس الوقت على الجانب الاداري او التحضرات سواء كان للدوري او لكاس العالم الاندية او حتى في افرقيا في الفترة اللي جاية طالعا حالك يعني زي ما حالك اللي فات ان عايز حكام دوليين استمرنا للسيناريو ما فيش حكام دوليين ممكن اللغة التحكيمة كبير جدا سواء في شوط الاول او التانية مش عايز اتكلم والله بردو يعني بردو مش عايز اتكلم خلينا ان عد المطش ده على خير يعني عد على خير يعني معرفش هل فيه كرة انا احساس في الشوط الاول لان فيه واحدة في اول دقتين في اول دقتين هي الكرة الوحيدة يعني ممكن اكون باشوك وفيه كرة الحسين السيء الحسين الشاحات فمش عاري مش عايز عالق كتير بردو عشان ما يعني الكلام كل الدنيا مباهة تتكلم إلا حنان فعمش عايزة تتكلم كتير خلاص المبارة انتهيت زي ما وخلينا حضر المبارات بيرامز اللي هي يوم الثلاث لانها مبارة قوية جدا جدا يعني الموضوع برضو مرتبط بمبارات بيرامز المطالبة بحكام أجانب طالية حركية. إن بيرامز هي طالبة بحكام أجانب وممكن فيه ايضا باعنا انتحده كورا رفض يعني احضار حكام أجانب للمبارة. دي اللي يطلب يطلب يلا خير إن شاء الله شكرا. شكرا. يعني الفترة الجامعة لش يعني في برضو الناس مشغلة شوية بكسر عام لاندية هل ده واخد من تركيز اللي عيبها في الفترة دي ودي الوقت وعندوكم مبارة مهمة يعني ما تقلش عامي عندي لمطولة كسر عام لاندية ولكن مبارات بيرامز ونهار ده معوين كل دي مبارات مهمة جدا في مشوار البطولة. يعني أكيد الناس كلها بتفكر في أهمية البطولة وبتبع أخبارها وبتبع الفرق اللي اللي وصلت لها ده 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 شعور طبيعي جدا وحاجات لا إراضية عند المنادمين يعني وعند الناس اللي دايما بتروح للهدف اللي هدف الاقوى يعني لكن زي ما قلت يعني دايما دايما الواحد بيفكر في البواقعية في الفترة اللي جاية وفي الفترة اللي انت عايشها في الفترة اللي اللي بتمر بيها الدوري يعني مش عايزيني بقى في لقدر الله في يعني بوعد شوية لكن بعد ما نخلص إن شاء الله رحمن بعد ما خلص بطولة العالم إن شاء الله رحمن بقى نفضلهم بازلها يعني الكلمة أخيرة الحراك لجمهور النادي الأهلي تطمون من جمهور النادي الأهلي يعني كانوا حتى الجمهور اللي كانوا موجودوا القليل والناس حتى على وسائل السوشيال ميديا ما كانش فيه شك إن النادي الأهلي حق الفوز ونسكن كلها سيكة تقولي للجمهور لك إن أنا أقولت كده أقولت كده العيبة وموسماني قال كده العيبة من الشطين يعني أنا أقولت لهم مواقف الأهلي وتاريخ الأهلي دايما بيجي من لحظات اللي زي كده يعني عمرك ما تبقى نجمة أو بتبقى يعني واحد من الناس الأساطير في الكرة غير لما بتمر مواقف صعبة وبتحلها وبتتفوق عليها وبالتالي بتبقى نجمة يعني يعني بطولة زي أفراقيا بطولة زي الدوري في مشوارها الصعب بطولة زي السوبر بطولة زي الكاس يعني بيمر عليك حاجات صعبة جدا فبتحلها قلت كده اللعيبة وموسماني قال كده اللعيبة أهم حاجة بس إن إحنا نبقى متأكدين جوان إن إحنا نكسب أنا كان عندنا التأكيد ده يعني حتى الواحد وهو قاعد على الدكة بيحسبها يعني بعد ممكن نجيب جنف في ديئة 52-55 وبعدين نتعادل في ديئة 65-70 هيبقى لسه فضل تلت ساعة يعني أنا بحسبها كده ممكن تقول فيه درم من الجنون لكن هي كده سعات يعني المهم إن إنتيبقى فيه أمل شديد جدا بتسعاله لازم تبقى عارف كويس أول مهم تبقى واصق في إمكانياتك وقدراتك أحنا بنواصق في كل اللعيبة طالما البست شرت النادي لأهلي أنا واصق فيك المهم كمان أنت تتصق في نفسك أن أنت تتحقق المكسب يعني شكرا كابتن بنتمارك وتوفيه وارب النادي لأهلي دائما في فوز وانتصرات شكرا يا فرمان شكرا